اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واذكروا الله فمن ذكر جدد له بين ملائكة قدسه قدرة وألسم التقوى فمن لزمها مال الفوز والبشرى ومن يتق الله يجعله من أمره يفرى وأتعنوا ما تحبون من التعامل وصلوا بالليل والناس اليام فإن في قيام الليل ذرك الرحمن ولا سيما في شهركم هذا رمضان وفي الحديث من صام رمضان إيمانا واختسابا وغفرا له ما تقدم من ذنبه وروي عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال طلبت خمسا فوجدتها في خمس طلبت الرزق فوجدته في الصلاة وطلبت خير الدنيا والآخرة فوجدته في قيام الليل وطلبت رد الله فوجدته في الصيام وطلبت النجاة فوجدتها في الصمت وطلبت الجنة فوجدتها في صلاة الدنيا ترجمة نانسي قنقر الحمد لله الذي اختار لخلقه أوقات فضلها وأياما خصصها بالفضل وشرعها وشهورا بثت فيها على المؤمن موائد الكلام والإنعام وخصر رمضان فجعله سيد الشهور ومصباه العام لا إله إلا الله فعث في اللمين رسولا سماه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين حاجوا بقربه مجدا كاملا وسهدا أما بعد فيا عباد الله أعمروني شهركم هذا جميع الأوقات بما تيسر من الصلاة والقراءة والذكر وأنواع قربا وذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فأكروا فيه الاستغبار من جنوبكم قال عليه الصلاة والسلام الصوم جنة ما لم يخرقها قيلة وبما يخرقها قال بكذب أو عيبة وروي عنه أيضا أنه قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدعى طعامه وشرابه وجاء في حديثه أيضا إذا سمت فليسم سمعوك وبصورك ولسانك عن التبج والمخارب وليكن عليك وقاب وسكينة ولا تجعل يوم فطرك ويوم قومك سبا لا هم حبلنا منك الرضا والقبول وبلعنا من حفك غائق المنا والسج واعفر لنا والوالدين والجميع المسلمين يغفر الله لنا ولكم